بسم الله الرحيم ترجمة نانسي قنقر الذي حضره الإخوان بالتشاور قبل المجيء وأردت أن أبقى معكم في الإشكالية الرئيسية الفكرية التي تواجه بها الشعوب في الأزمات ما شيء وباش المواطنين يكونوا كيف يفهمونا لأننا في جلسة المساءلة التي يتبعوها المواطنين لا يمكن أن ندخلهم في إشكاليات نظرية وفي النهاية النتيجة واحدة أنا أجبت لكم واحدة البطاقة تحيل على الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لمعالجة أزمتها أولا الرفع من الضريبة في القطاع العام ثانيا لا مناصب جديدة للشغل في القطاع العام تالتا عدم تعويض الخروج إلى التقاعد باستثناء الصحة والتعليم والأمن رابعا تجميد الأجور بعد تخفيضها من طرف الشراكيين من 5% حكومة الشراكية التي كانت تخفضت الأجور وهذه جمدها خامسا تجميد الحد الأدنى للأزر سادسا إلغاء ثلاثين مديرية عامة سابعا تخفض الدعم للأحزاب والنقابات ثامنا رفع الضرائب لمدة سنتين وتؤكد الحكومة على أن هذه الإجراءات اتخذت من أجل حماية الضعفاء ومن أجل حماية أنظمة التقاعد والحد من البطار عشنا جيتك نقول لكم جيتك نقول لكم لا بد من تحكم في النقفاقات ولكن ولكن الله يخليك مد الله يخليك ننكر ونحن 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 كملا سيد رئيس الحكومة المحترم لا خليونا قلت لكم تحكم في النقفاقات قلت لكم مثال عملي قلت لكم الحكومة من اللي جات بشرك ولا سيارة واحدة غير كمؤشر وكين طلبات وبعضوها ملح قلت لكم تشجيع ديال الاستثمار الداخلي والخارجي لان الاستثمار هو اللي تيجر وسمحوا لي الكلام اللي قال الاخ نسبة الى الحسن التاني رحمه الله صحيح والان كين الناس اللي تفكروا باش يجيوا يستمروا في المغرب لانه عندهم ظروف ديال الازماء ولانه لات الظروف الضريبية المصعباء ولانه لانه 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 واستغربت انه يعاب علي انني اذكر الاجراءات الاجتماعية لانه ملكة كل الازماء المتضرر الاول والتي يكون في الطبقات الدنيا ومن طبيعي انتبه للطالبة في هذا الوقت من طبيعي انتبه للارابيل وانا كانت السف كانت السف جسويسي سكونداليزي انه يقال لي هذا يعني حملة انتخابية سابقة لأوانها واشي لا فكرت في الارامل وفكرت في المطلقات وفكرت في المعاقين غلت تقول لهذه حملة انتخابية سابقة لأوانها هذه مسؤوليتي امام الله هذه مسؤوليتي سياسية على شخ يا ملكة انتم ما في الحكومة ما درتي وش حملة سابقة لأوانها على شخ وغير فريوسكم جاوبوني انا تنفكر في الناس انا كان هدر غير مع انتي اللي ما قصتوش. الله يجزيكم بخير. نعم هناك افكار اكتر جرأة. بقي ما وصلنا لهاش. انتي ولله حاولنا ما نقصوش من الاستثمار العمومي بصفتي العممية وتمانية وتمانين مليار ديال الدرهم. وخال اخوانتي يقول لكم ما تقدرش توصل لها كاملة. ولكن وخما توصل لهاش كاملة ركت بخام مرصودة لطرقات التي يعني خصصت لها والمستشفيات التي خصصت لها والمدارج التي خصصت لها. بغيتون نقفوا عن شي. نفكروا بشي طريقة اخرى مختلفة. نعطيه للناس. الفلوس بشي يقرر ولدهم في ما بغورة هذه فكرة در تشيري مش يعيب. نفكروا بشي نفكروا فيها نفكروا فيها. ولكن في انتظار ذلك مثلا 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 سوشي مثلا سوشي تتجيب لهم الفقراء والمحتاجين. تتجيب لهم البديل والسياحة ديالنا بالمناسبة. رغم الصعوبات. يعني لم تتراجع بشكل كبير. دبا شوفها سيد رئيس. دبا دكشي نسبيا. نسبيا بالنسبة للدول التي كانت في وضعية مشابهة لنا رمكيش مقارن. بغيت. انا ما غادش نقول لك. رانتا تكون بالقطاع وغادي تكون. غادي تكون كتفهم. الفرق اللي كان اليوم ماشي بحال الدول الاخرى مبغيش تذكرها غادي نقول لي. القضية لاخوان ديال القانون ديال الاضراب. احنا ما شي مازال ما جبناش قانون الاضراب. هذا من القوانين اللي مبرمجة باش غادي يتجي للبرلمان. وكانت من نام اللي يجي تعاون الجميع باش يدوز. ولكن تاخدنا قرار في الحكومة. واشهد القرار كيتطبق ولا ما كيتطبقش. بالشكل المطلوب هذي مسألة اخرى. انه كين دايما صعوبات. ولكن قلنا ما يمكنش يكون الاضراب. والناس يخضوا الاجور ديالهم. ماشي معقول. وهات الشي هذا اخده واحد النقاش كبير في الحكومة. قلت لهم ما كانت النتائج ديال هذي القضية هذي. لانه احنا المستتمير. انا كانا واعي. ان المستميري لكان جاي. للمغرب. وعوالي استمر واحدة المليار ديال الدرهم. واحد العشرات المليون ديال الاورو. ولا 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 مئة مليون ديال الاورو. وشاف اللي يمكن يمكن يوقع له اضراب بكل سهولة يهرب. بحل اللي قال الاخ بيلا المال رأس المال جبان. فالمستتمير يخصوا يطمئن. ولكن في نفس الوقت يخص كذلك المستخدام يكون احتوى مطمئن على الحقوق دياله. باش يكون واحد يكون واحد للانصاف من هنا ومن هناك. فقلنا ما يمكنش. ما يمكنش يكون. قلنا الاخوان خصوصا للسيد وزير الداخلية اللي يمتبع الجماعات المحلية ولي تدروا الاضراب. على سبيل المعلومات اللي عندي اندرك شنقص. الان ما كانش توقف. باش باش ما يمكنش يبقى يبقى الاضراب ويكون الاداء ديال الاجور. هذا تشجيع. للاستثمار. القضية ديال الاستثمار اللي ينقص في العالم بربعة وعشرين في المياه. الاحساب في صندوق النقد الدولي. وفي المغرب نقص في ثلاثة فاصيلة سبنية في المياه. هذه ارقام. هذه ارقام لكنا غلطين في ارض دون الصواب. ثم ان يقال لي انني في بعض الاحيان اهول الازماء. لدرجة ان ازيد في المحروقات. ثم بعد الاحيان اقول وضع مطمئن لا. انا مشيت انهول من الازماء في وقت لا. انا بغيت نقول لكم بلد الشعوب ما كانت تتجاوز شيء لا تتجاوز. راه الولينا الاخوان. دولة معلقة بالارقام. المرتبطة بالاقتصاد العالمي. ويعني مهددون بالانهيار في اي لحظة. راه لا اقدر له. رغم احنا خصنا بقوا نقولوا بانه رغم. ظروف اذا كانت قاسية. نكونوا قادرين باش نتحملوها. وذلك الشي اللي عندنا نتقسموه بنتنا. وقلت لكم باللي القناعة ديالي. انا كنت في الولايات المتحدة واحد العام. ونادت واحد السيدة سولتني قلت لي كيفاش غاد يديرو في دولة فقيرة مع الشعب ديركم. مثل هالمغاربة ما تيشكوش من الفقر. مغاربة كيشكو من الظلم. مغاربة كيشكو من اللي كيشوفو طروات تتجمع في وقت واجيز. بطرق لا تبدو مشروعة. على اشخاص لا يبدو بانهم اشتغلوا. وهم يبقونا في الحضيد. تمام فجل الفقراء. فاش المغاربة كيطوروا. اما المغاربين لك انتي معهم واضح. وجيتي قلت لهم هاش نو كين. ها هو الواقع. هاش نو قدرت نعمل. هاللي ما قدرتش نعمل ووضحتي لهم. ابدا. واش يقول لك شي كلمة. ابدا واش يقول لك شي كلمة. وانا كان كان قول لكم الاخوان. ما بغيش نقول لكم كانت تحداكم. ما بغيش نقول لكم كانت تحداكم. ولكن كان قول لكم انه فعلا من اللي من اللي عملنا الزيادات في المحروقات الاستاذ الكريمان او وزير المالية دي لكم راح احنا فانا. فانا اه فانت تنسد. لا ما كين كل قطعة القضية ما كينت زمن مناسب باش تزيل المحروقات دايما كين مشاكل. ورح نعمل كم ترددنا اللي قال الاقل من الشهر الاول لدينا كنشوفوه. كم ترددنا كان قلو باللاتي بالشوية بالشوية وكان الجفاف وكان احنا غادئين بالمناسبة الجفاف ران نفقنا عليه جوش دي للمليار دي لالدرهم. فالمواطنين يعني كاي الناس اللي تخلعوا من اللي يزدنا في المحروقات وتصوروا بلي من عرف شنو غادي يوقع ولكن المواطنين تفهموا وتقبلوا وصبروا وما سنقولش بلي هما مستعدين يزيدوا يصبروا إذا قدر الأمر مستعدين يزيدوا يصبروا لكن إن شاء الله ما يحتاجواش تصبروا لأنه في يامات غادي يجيب الله الفرج إن شاء الله رحمه الرحيم الوقت اللي كانت الأزمة ديال الجفاف فهمتنوا لله الإخوان في الحكومة طبعا مخلوعين من الجفاف وإلى آخره وكانت ذكروا وكانتقول لهم إن شاء الله رحمه الرحيم يكون غير خير والله سبحانه وتعالى جاب الرحمة دياله وجاب المطر وخضعت لنا الفلاحة وخاما وصلنا شدكش اللي يقول لفين كان وصلوا له ولكن واما القضية اللي قالوا الإخوان ديال الدعم ديال 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 دعم ديال ديال القصة ديال السكار بش ندون كونوا قادرين بش نجو هدوات هذه التوجهات اللي تنفرح من اللي تنسمحها فعلا باش يكون عندنا الأمل الغدائي المغريبي يخص يكون عنده الأمل الغدائي دياله سواء تعلق الأمر بالقمح ما يقول لي يا تشي واحد نجيبه القمح من الخارج ونشريه بتلتلاف ريال لا الله من خلص الفلاح هنا يا هذا العام خلصناه لبنية سين وتسعين درهم الله من خلصه لبربعمية درهم باش يتشجع العام اللي جاي ويدر الحب واللقب سمية درهم امتنوا للا والزيت دياله وسكر دياله فامتنوا للا المغربي من اللي تي إن النفوس إذا حازت أقواتها يطمأنت الشي لأخر جاب الله مبارك من سعود ما جابش الله وصولنا العقل المغريب في أزمة أم لا المغريب يعاني من الأزمة ولكن ماشي ماشي الحمد لله بحل الدول الأخرى التي لا نعلاش لأنه اخذنا الاحتياط في الجانب المالي نسميا ومن لجاة هذه الأزمة مستنا ولكن ولكن بمقدار وخص هذا الشي هذا يبقى النظام البنكي خصو يبقى دايما نأخذ يمشي بعد بات الشوية ذيال الاسم وما القضية ديال الحرق أنا معرض كنتم تcraab هذه الموجهة هذه الانقصات ولكن مدام داك شي عندكم خصك السر دي تسأل عليش عندكم أنتم بالخصوص وشمشي كن كنش شوية ديال حاصل خلينا سكتين لا القضية ديال العريج والتي أنا نقول لكم الإخضر بكل صراحة بشتكون معكم واضح الناس ديال العريج جاءوا بشي منعوا شركة إسبانية كتحرت الأرز من 98 في هذه الأرض أنا متعطف مع هاد الناس لأنهم محتاجين ربما العمل لأنهم فقراء الله يكون في العون ولكن ما يمكنش نجيبهم مستثمير ونعطيه الأرض والأرض ديال الضمان ويبدأ يستمر فيها من 98 ووتي حرتها واليوم نجيب نقول له الله ديك ومشي ديالك شيم عقول هذا الشي كيفاش غيرتعاملوا معنا المستثميرين الأجانين كيف سينظرون إلينا خاص المستثمير من اللي يجي إلى المغرب والتعطاه للكلماء خاص توفي فيها الحكومات الواحدة بعد الأخرى المستثمير الأجنبي ما شيء عدو ديالنا المستثمير الأجنبي جاب في اللصوص تتمرهم هنا وتقف الدولة وتقف النظام السياسي ديالا وتقف الأحزاب السياسية ديالا وتقف الحكومات ديالا ما شيء ندخلوه اليوم ونضحكو عليه غدا غير ما أقول هذا الكلام خاصكم تعرفوه باللي رأى كينزاف ديال الناس كيضنوا بالتجارة والاقتصاد هي أرقام وحيالات لا هي أولا وقبل كل شيء كلمة رجلة مواقف مواقف مبادئ وفاء هي كذلك تيسير يجيب اللي نجي نقول له أنا رئيس الحكومة نقول له أجي الإدارة غاديت عونك المسؤولين غايعونوك هم في خدمتك هل شيء قلت نقول له علانية خصوم اللي يمشي المقتضغر هذا الكلام هذا في الواقع هكا اللي خصنا نكونه ماشي نعم لا أسمح لي يا أستاذ اسمح لي الله يجزيك بخير أنا تبعت الأمور مع السيد وزير الداخلية لا سيد رئيسي مهم هاد شيء تبعت الأمور مع السيد وزير الداخلية مشاوري جال في السلطة ودافعوا والأغلبية ديال الضحايا كانوا منهم اليوم كتعرفوا باللي رجل السلطة ديال اليوم ومبقش حضر رجل السلطة ديال الأمس والليت كتجي فيه الضربة هو وتيصبر هادوك ناس هادوك الناس في نفس الوقت الاخرين ماشي خصنا ننسوهم ولاني ماشي بطريق الفوضى أخويا اسمح لي هادي دولة ولا ماشي دولة إلا كانت دولة رد دولة كنتمشى بالقاعدة ماشي كنتمشى أنتي أنا ما كانعرش التفاصيل أنا ما كانكونش ما كانكونش مع رجال في السلطة ولكن اللي كانعرف هو أنه والله يكون في عونهم وفي الظروف ديالهم مفتمراً اللي كانتدوز عليهم ولكن كان الناس حصرموا القانون هادشي ما يوقعش في الأصل سمحوا لي واش دبا كيفاش غاد يدير كيفاش غاد يدير باش تحمي واحدة المستثمير باش يحرط البلاد يدير كيفاش من الليل أخر ما كيبغيش يستمع ليك كيفاش غاد يدير غير معقولة الكلام شكراً أما القضية أما القضية اللي طرح علينا الأستاذ باش نفكروا فيها ما نبقوش في الطوق الليبرالي سنقول لك أستاذ أنا ما كرهتش نكون عندنا شوية ديال الخيال مرة أخرى ونعود نرجعون نقول لي واشتراكين شوية بعد ما عاودتني نعموش شوية قوش ولئني أنا القناعة ديالي أنا القناعة ديالي أنه الليبرالية هي التوجه ولكن ماشي متوحش أولاً وتانياً كان واحد المنطق ديال المعالجة ديال الاختلالات لك تخلقهم الليبرالية هدا أولاً ما كينش في الليبرالية ربما بما فيه الكفاية أنا كنظن نحنا في المغرب يمكن يمكن التوجه ديالنا في العموم زعماء إيجابي ولكن بقى يخصوا بزاف ديال 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 الرجال المناسبين في الأماكن المناسبة والدسو هنقول لك الحقيقة هي دي المشكلة ديال المغرب هي دي آه لالله النساء شكرا ليحيد النساء ولا قد يحيدهم أنا كانت تكلم معاك وليكن نقول للرجال هذي كلمات تشملوا الإنسان خصنا خصنا يولي المسؤولية تولي المسؤولية كتعطى للناس لعندهم الكفاءة تولي المسؤولية ما تبقاش بالعلاقات العائلية ما تبقاش المسؤولية بالرشوة ما تبقاش المسؤولية بالمحسوبية ما تبقاش هذه الساعات من اللي غادي يجيوا الناس لعندهم الكفاءة أو الناس لعندهم النزاهة وغيتحملوا المسؤوليات سواء في القطاع العام أو في المؤسسات العمومية أو يعني ساعتها أعتقد أن نظامنا للاقتصاد يزعمها وإيجابي وليحتاجنا نعالجوه لشي اختلال نعالجوه شكرا ترجمة نانسي قنقر